لا ندخلها للبطول العربية ندخلها للبطول العربية خلنا نأخذها أنه الفساد في كل العالم في كل المجالات يعني لا نخصصها فقط أنه منتشر في التحكيم لا في التحكيم في الإدارة في الإعلام في فساد والفساد ليس ماليا فقط وليس ماليا إداري أخلاقي مناصب فلذلك يعني في كل المجالات موجود مش معناه أنه صار الآن في جهات وفي دولة وفي قادة تحاسب أول بأول كائنا من كان أيا كان مسمى أو منصبة على أي تجاوز أنه هذا الفساد فقط مخصص للحكام لا إحنا عندنا أيضا حكام مميزين حكام شباب نأمل فيهم الخير الكثير إذا كان فيه من الشباب يعني إذا كان فيه نوعيات ظهرت الآن أو زي ما حدث الفهد أو غيره ما نلغي كل الحكام هل بإمكان يقول مثلا الإعلام الرياضي كله فاسد أو كله كويس مستحيل كل مجال فيه إلا ما يكون قلة أو هذا أحيانا تشوه لكن في وجود النظام والمحاسبة هذه الأشياء تتنظف إحنا عندنا حكام كثيرين حتى المعنى في التصفيات بعد بكرة عدد من الحكام العرب فيهم مجموعة أكثر من حكم سعودي موجود كلهم تشوفهم شباب عندهم الخبرة عندهم الإمكانيات لكن يجب أن يأخذ الثقة يجب أن يؤهلوا بشكل كويس يجب أن يعرف أن المحاسبة زي ما قال مثلا أبو ناصر سابق أن الموس على كل الروس هذا مش فقط لمجال الحكام أنا أقصد لا نأخذ الموضوع وننهي كل الحكام السعودين عشان تصرف فردي من شخص واحد لا في كل مجال قد نجد فيه الفاسد لكن عندنا أيضا شباب مميزين قادرين يعني اليوم تشوفهم حكامنا سواء السعوديين أو العرب مع الأستاذ القدير خليل جلال اللي مسؤول على حكام التصفيات سواء الأولية أو التمهيدية أتأمل فيهم الشيء الكثير لما يجدوا المحاسبة يجدوا الفرصة يجدوا التأهيل اختلفت يعني فيه أشياء أحيانا ممتلوا من حكام عليها من أوضاع اللي جاء نتكلم فيها الشباب كثير من أشياء كثير على المستوى العربي لو حبينا